إن شاء الله في هذا الفيديو رح نشرح أو نوضح اللي هو حل السؤال الثاني طبعاً السؤال الثاني جداً سهل وجداً بسيط ومر معنا سابقاً يعني مش هالتعقيد هذا الكبير هي خوارزميات بسيطة مرت معنا بالبروست وكمان عم بيستخدموها على المموري management of memory هلا شو الفكرة كليات عم بيحكينا أنه أنا عندي 6 تكسيمات من الذاكرة بهذه التكسيمات الموجودة عندي وعندي حجم البروست يعني مين هذا؟ هذا المموري بارتشن الأماكن اللي فاضية اللي ممكن تستقبل إحنا مش حكينا أنه البروست لازم تنزل في الذاكرة عشان تتنفذ صح ولا لأ؟ الآن يعاد الحجام من البروست هايهم هاي حجم البروست بدنا نستخدم أول خارز مية فرست فتش يعني فرست فت يعني أول مكان أنا بلاقيه بدي أكون فيه فعندي هذا الميتين أول إشي بالبروست مين عنا الميتين؟ طيب أول مكان مية هل بنفع أني أخزن أنا ميتين شخص مية غرفة مثلا؟ ما بنفع بدي إشي يناسبها فأول مكان إذا ما شعنا مين رح تلاقي؟ اللي هي الميتين وخمسة هذي فعشان هيك هي حتى تخزن بالميتين وخمسة طبعا انسوا الكلام اللي أنتو كاتبينه هذا التفصيل زياد مش فهمي ليش معناته مين اللي رح يتأثر؟ كل هذه العناصر رح يظلها زي ما هي معادة هاي الميتين وخمسة لما يروح منها ميتين كم يبقى منها؟ اللي هي خمسة يعني هاي الأرقام الموجودة هون هي نفسة هاي الأرقام اللي باللون الأصفر اللي هي أماكن الذاكرة من الميتين وخمسة رح منها ميتين أكيب ديضلوا خمسة أوكي؟ اللي بعدها إجا الخمسة عشر مين أول مكان لقيته مية؟ أول مكان آه بيكفيني يعني بغض النظر في مساحة زيادة ولا لا طيب أنا لما بأخذ منهم بس خمسة عشر أكيب ديزيد عندي كم اللي هي الخمسة وثمانين يعني بدل المية هاي حيصير خمسة وثمانين بعدين شو اللي صار إجت المية وخمسة وثمانين مية وخمسة وثمانين بتمشي بتمشي وان رح تتخزن بالثلاثمية ما في مكان بوسحة غير الثلاثمية حطيناها مكان الثلاثمية لكن ثلاثمية اطرحوا منها المية وخمسة وثمانين فكم يبقى لنا؟ يبقى لنا منها مية وخمسة عشر بعديها إجت الـ 75 هاي الـ 75 بتصير تدور على أول مكان مين أول مكان؟ طبعاً أنتوا بتشتغلوا على آخر لست هاي على آخر لست إجتنا مين أول مكان؟ اللي هاي الـ 85 تخزنت مكان الـ 75 كم بقي منها؟ اللي هي عشرة يعني إحنا بنوخذ هذا التحديد بعديها تيجي عنا الـ 175 بتدور الـ 175 وين في أكثر مكان ممكن تيجي فيه اللي هي آخر وحدة اللي هي الـ 185 لما أخذنها بيظل باقي منها عشرة وبعدين يمتيجي الثمانين رح نخذنها بأول مكان اللي هو الـ 170 فيصفي منها كم؟ 90 فهذه الناتج إنها المساحات اللي رح تظلها موجودة عندي في الذاكرة هلا البستفت شو مبدأ البستفت؟ البستفت بحكيها عمي يلاقي إشي على قدك لا تأخذ زيادة ولا تأخذ نقصات طيب فمعناته أنا لما يكون في عندي البروسيس اللي هو المتين معناته مين أنسب إشي؟ خليني بس أرجع أعمران فمعناته أنا لما بتيجي عندي البروسيس هون المتين مين أنسب وحدة فيهم؟ كلها تنسب أقرب لها هاي المتين وخمسة تمام؟ فالمتين وخمسة عوضتها هون لأنها أقرب وباقي منها كم خمسة هلا الخمسة شوفوا الخمسة عشي أقرب إشي لمين للأربعين صح ولا لا؟ فحطيناها مكان الأربعين راح من الأربعين هاي خمسة عشي كم باقي خمسة وعشرين الآن إجت المية وخمسة وثمانين الخمسة وثمانين شو أقرب وحدة أنسب وحدة إلها؟ يعني هلأ أنا بدي أحطها المية وخمسة وثمانين هاي ها موجود في حدا قدها بالضبط خلص فصار مكانة صفر فراح هي المكان خلص تماما يعني حطيناها مكانة وما ضل إشي طيب إجت الآن الخمسة وسبعين خمسة وسبعين أنسب إشي نحطها بالمية ليش؟ لأنه مية وسبعين كثيرة عليها وثلاثمية كثيرة وهاي صفر خلص ما في مجال والخمسة والخمسة وعشرين قليلة أوكي؟ بعدين المية وخمسة وسبعين حطيناها بكان الثلاثمية وهكذا الثمانين حطيناها بدال المية وخمسة وعشرين اللي هون مضل منها خمسة واربعين بس يعني مش فاهمة شو القصة الوارد فس شو بتحكي؟ أنا حطني بأكبر مكان يعني الميتين بدي أروح أدور على أكبر مكان مين هو الثلاثمية؟ لما أروح منه ميتين أكيد يضل منه مية بعدين تيجي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكم بقي منها 95 اللي بعده هيكون المئة وخمسة سبعين مئة وخمسة سبعين ما في مكان يعني كله صغير يعني ما بقدر اخزنها هاي اوكي ما بقدر اخزنها الثمانين الان الثمانين وين ممكن اني احطه بحطه باكبر مكان اللي هي في مئة وسبعين اوكي فهاي حطيته هيك وانتهت بس بس سلامتكم